تركيا تنفذ قرابة 20 ألف طلعة جوية للسيطرة على حرائق الغابات مرقبة أكثر من 35 مليون دنوم في الدقيقة كشفت المديرية العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة التركية عن حجم التدخل الجوي الذي لعب دورا رئيسيا في السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في الفترة الأخيرة أجرت الطائرات بدون طيار المسيرة التركية عمليات مسح شامل ل35 مليون دنوم في الدقيقة حيث أنه بمجرد رؤية ألسنة اللهب يتم نقل المشاهد إلى مركز إدارة الحرائق ومركبات الاستجابة في وقت واحد عملت 15 طائرة كبيرة وأربع وستون طائرة هيلوكابتر على إخماد النيران من الجو المركبات المعنية تقريبا تحركت في حرائق واسعة النطاق خاصة في أنطاليا ومولا وفي فترة العشرة أيام التي امتدت بين 29 يوليو إلى 7 أغسطس في أنطاليا تم تنفيذ 8744 طلعة جوية بواسطة الطائرات والمروحيات في إطار مكفحة الحرائق خلال الفترة المذكورة تم إلقاء مجموعه 35410 أطنان من المياه في حرائق الغابات في المدينة 20900 طن تم ضخها في النقاط المحددة بواسطة طائرات الهيلوكابتر و14510 أطنان بالطائرات النفاثة في مولا تم تنفيذ ممجموعه 10396 طلعة جوية أثناء الاستجابة لحرائق الغابات بالطائرات والمروحيات في فترة عشرة أيام 9264 نفذت بالطائرات العمودية 1132 بالطائرات ذات الجناحين وبذلك تم تنفيذ ممجموعه 19140 طلعة جوية استجابة لحرائق الغابات بينما تم إلقاء 75 ألف طن من المياه وبالنظر إلى عدد الطلعات الجوية هنا وهرت المروحيات التي يمكنها حمل ما متوسطه 56 إلى 2.5 أطنان من المياه يوميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر